عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي صفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم وفي رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر